اجرى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان خليفة رئيس الوزراء الموقر اتصالا هاتفيا بأخيه سمو شيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة حيث أعرب سموه خلاله عن تهنيه لولي عهد دولة الكويت الشقيقة بمناسبة الفحوصات الطبية التي أجراها مؤخرا والتي تكللت بحمد الله بالنجاح وعودته سالما معافا إلى دولة الكويت الشقيقة ودعى سمو رئيس الوزراء المولى عز وجل أن يتم على سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الصحة والعافية لمواصلة مسيرة الخير والتقدم تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وجرى خلال الاتصال استعراض مسار العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة والتي تشهد على الدوام نموا مضطردا في سائر مجالاتها وقد أعرب سمو ولي عهد دولة الكويت الشقيقة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على مشاعر سموه الطيبة التي تعكس عمق ومتانة العلاقات الثنائية ترجمة نانسي قنقر